أعود مرة أخرى لأخبار النادي الأهلي قبل ما أروح لفاصل موسيماني طلب عدم التعجل بالدفع أو التجهيز علي لطفي علي لطفي زي ما حضرتكم تابعتم مصاب في العضلة الضمة وكان من المفترض أن يشارك في المباراة الماضية بيتسو موسيماني تكلم مع الجهاز الطبي وطلب منهم أنه ما يتمش يعني الإصراع بالدفع به أو تعجل الأمر علشان ما تحصلهش إصابة لأنه الشناوي نفسه مش هيكون موجود بعد كده في الأولمبياد فما يخسرش هو علي لطفي فيبقى يعني الرجل يخش في حسابه التاني على كل الأهلي ما ينزلش العيب إلا لما يكون متأكد أنه هيقدر يستمر مع الفترات طويلة الشناوي حيبقى موجود في الأولمبياد والعبقى حيبقى موجود على علي لطفي بس ما فيش مشكل خالص حراس مرمى النادي الأهلي فيها من بعد محمد الشناوي فيها علي لطفي ومن بعد علي لطفي فيه مصطفى شوبير وفيه حمزة علاء فكده أو كده النادي الأهلي فريق كبير ولديه من حراسه سواء الخبرات الكبار زي محمد الشناوي أو حتى زي علي لطفي أو الشباب المبشرين اللي طالعين مصطفى شوبير أو حمزة علاء لديهم نثقة كبيرة جدا جدا فيهم خلال الفترة اللي جاية